اشتركوا في القناة على شاشة التناصح تجاوزات متكررة ومخالفات صريحة من مجلس النواب بقيادة عقيل صالح كان اخرها قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية قرار قابلتهم مظاهرات واحتجاجات طالب فيها الشارع الليبي باسقاط هذا المجلس قرار يصاعد من حدة الازمة خاصة مع قرب الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل فكيف يمكن مواجهة عرقلة نواب حفتر للعملية السياسية في ليبيا وما هي دلالات توقيت هذا القرار مع تمهيد حفتر للترشح للانتخابات وكيف سيحسم حكم قضائي أو حكم للمحكمة الدستورية هذا النزاع كل هذا وأكثر سنناقشه مع ضيوفنا الكرام ومعي هنا في الأستوديو الأستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي أهلا بك سيد مروان في انتظار أن ينضم إلي بقية الضيوف نبدأ الحوار مع ضيفي هنا السيد مروان الدرقاش لو بدأنا بالتصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول موضوع الاستحقاق الانتخابي والإطار القانوني لهذه الانتخابات كيف تبعت هذه التصريحات؟ نعم أولا تحية طيب عليك أستاذ محمد والتحية للضيوف الذين سيلتحقون بنا أيضا نحيي من يشاهدنا على قناة التناصح طبعا تصريحات المنفي ما يميز هذه التصريحات أنها جاءت بعد عدة لقاءات أو اجتماعات أجرها الرئيس المجلس الرئاسي محمد النفي في نيويورك مع وزراء وقادة أمريكيين وأوروبيين يعني بالعربي الفصيح أن هذه التصريحات هي نتاج ما خلصت إليه هذه الاجتماعات بالتأكيد لأن هذه التصريحات لم نحدها من محمد النفي في السابق كان يتكلم بأكثر يعني محاولة مهادلة الطرفين بأكثر مما تكلم هذه المرة يعني تحدث هو أنه لا يمكن إقرار قانون انتخابات من طرف واحد وأنه لابد من التوافق على القوانين الانتخابية وأنه قال تكلم بأنه سوف يتحدث مع من يريدون الترشح لتأجيل ترشحهم حتى يتم التوافق على قوانين انتخابية وهذا بالتأكيد يقودنا إلى أن الوحيد الآن الذي ثبت أنه سيترشح هو خليفة حفتر لأنه قد تقدم على إجازة لمدة ثلاثة شهر بالتأكيد هذه التصريحات مهمة جدا جدا وتعكز تجاهات الرأي في المجتمع الدولي وفي الدول الكبرى التي تتدخل في أشياء الليبي ولها تأثير وبصمات في المشهد الليبي وهذا جاء بعد عدة محطات أحدها إصدار المجلسة على الدولة لقوانين انتخابية تختلف كليا عن القوانين التي أخرجها البرلمان وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح أن تكون فاعل ولست مجرد ترد على الأفعال الغير النقطة الثانية وهي المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضية كان لها صدى كبير جدا جدا وتبحى المجتمع الدولي ورأى فيها أنه بالفعل هناك معارضة كبيرة لاستفراد مجلس النواب لهذا الأمر مجلس النواب أخطأ كثيرا عندما قفز قفزته في الهواء عندما سحب الثقة وبذلك هو جيش الكثير من الخصوم ضده يعني ربما هناك مؤيدين لحكومة الوحدة الوطنية لم يكن ربما يتظاهر ضد مجلس النواب لو أنه لم يفعل هذه الخطوة ولكن وضعه كل الناس خصوم له من لا يريد قانون الانتخاب الذي يصدره وأيضا الذين لا يريدون سحب الثقة من الحكومة ولذلك شهدنا بعد ذلك تصريحات عقيلة صالح التي تراجع فيها عن موضوع مهاجمة حكومة الوحدة الوطنية وقال بأن هناك البعض الثواب يعرضون إرجاع الثقة لا يريد أن هذا المصطلح ينفع أو لا ينفع أو كما قال هو يريدون أن يعودون عن قرارهم بسحب الثقة أيضا الخبر الآخر هو تأجيل جلسة مجلس النواب يوم غادل التي من المفترض كان يتناول فيها قانون الانتخابات البرلمانية وهذا دليل على أن محاولة مجلس النواب للاستفراد بإخراج هذه القوانين قد باءت بالفعشل بالفعل وأن هناك أوامر جاءت من الخارج بعدم الاستفراد بهذا القرار هناك أيضا مؤشر آخر ربما يضل على أن الموضوع ليس كما يريده مجلس النواب يعني تصريحات الرئيس التركي طيبة رجب أردوغان عندما تحدث وقال بأنه سوف تجري الانتخابات الليبية في الوقت المناسب لم يتحدث عن 24 ديسمبر وإنما قال في الوقت المناسب وهذا الوقت المناسب لا ندري أمتى ربما يكون بعد 24 ديسمبر وكأن أردوغان يعلق الأمر على حصول توافق على القانون الانتخابية ولعل أبرز هذه المؤشرات أو مؤشرات عدم قبول قانون عقيلة صالح بخصوص الانتخابات الرئاسية وما تحدث به رئيس المجلس الرئاسي بعد لقاءاته الدولية التي أجراها في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة عموما أرحب بضيوفي معي من طرابلس دكتور سامي الأطرش المحامي وخبير القانون الدولي وكذلك معي عبر سكايب دكتور محمود اسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والقانونية دكتور سامي الأطرش أهلا بك هل يستطيع المجلس الرئاسي أن يحسم هذا الخلاف الدائر الآن حول قانون الانتخابات المقبلة سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية والإطار الدستوري كذلك نعم أولا مساء الخير وتحية لحضرتك وظيفك الكرام ومشاهديكم الحقيقة أنا من الفريق أو من الاتجاه الذي لم يعد يقبل أن نكون الحقيقة مفعول بنا كشعب وعلى العكس تماما نعتقد من يستطيع أن يغير مجرية الأمور الآن هو الشعب الليبي صاحب السيادة وفقا لمفاهيم الدستورية وسواء كانت مفاهيم سياسية دولية أو محلية وبالتالي أن نعتقد صاحب السيادة وهو المحرك القادر على إسقاط كل هذه الأسام وتعديل المعادلة السياسية على الساحة الليبية هو نهض بالفعل ما زلنا نأمل أن تزداد قوة هذا النهوض ليقف فعلا أمام المجتمع الدولي بالدرجة الأولى ليرسل رسالة واضحة بأن الشعب الليبي والذي من خلاله خرجت خرجت مجموعة من الأسام ربما على رأسها مجلس النواب قد أصبح بدون تمثيل شعبي وهذا أبسط مفاهيم الديمقراطية في العالم هذه الأليف الباتاء ولكن عدم وضوح هذه الحروف للمجتمع الدولي أو وجود نوع من الضبابية حولها جعلنا نعيش في فترة طويلة تحت نظرة برحمن القرارات وتحليلات ماذا يفعل هذا الجسم الفاقر الشرعية منه 2015 إذن من يحرك الساحة السياسية اليوم هو الشعب الليبي صاحب السيادة هو الذي يستطيع أن يجهض كل هذه العمليات السياسية بقوانينها وتشريعاتها وتصريحاتها ومواقفها فلا رئاسي ولا دولة ولا أي جسم قادر الحقيقة أن يطير ما هو في الساحة عداء الشعب الليبي اليوم فعلا المجتمع الدولي لديه المقيس والمعايير ما لديه من سلبيات هو أيضا قارئ جيد للساحة السياسية وأننا نعتقد أن الرسالة بدأت تصل واضحة بأن إرادة الشعب الليبي تتجه نحو بساطة الجسم لأنه لم يعد بساطة يمثل هذه الألاف من الشعب الليبي نتمنى أيضا أن يكون هناك قوة واستمرارية لهذا الحراك الشعبي وينتقل إلى كل مدينة وكل قرية وكل شارع حتى نستطيع أن نصل هذه الرسالة عن نجاح عن متغيرات الحراك الليبية بكل ما يحدث عليها الآن ومتوقف على استمراريه هذا الحراك وقوته وتصعيده دكتور سامي إذا كنت في الاستماع نعم دكتور معذرة على المقاطعة هناك خلل في الصوت والتواصل مع حضرتك سعود إليك إن شاء الله يبقى معنا دكتور سامي أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والقانونية يا دكتور أهلا بك بما أن الحديث عن الانتخابات الآن أو عن المظاهرات عفوا وأثرها على المشهد الليبي أي أثر لمسته سيد محمود لهذه المظاهرات خاصة فيما يتعلق بالمسار الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات هناك الآن تصريحات واضحة لا لبس فيها لرئيس المجلس الرئاسي مثلا دعني بداية أن ننوه إلى أهمية يكون هناك مسار سياسي منظم حيث أن هذه الأجسام نجزم بأنها أجسام الأمر الواقع أنها أجسام منتهية ولا يوجد لها أي سند قانوني في واقع قانونية الإجراء ولكن الواقع عملي أيضا أن المجتمع الدولي هو الذي ظل يحاول نقل حياة في إعادة ترميمها أحيانا وإطالة عمرها حينا آخر إلى أن وصل به الأمر إلى الإجزم بأنها لا يمكن التمديد بعد الرابع والعشرين من ديسمبر ولكن إلى أين نحن ذاهبون؟ نحن نتكلم على لم يبقى من العمر مباشرة لهذه الأجسام من المفترض إلا ثلاثة أشهر ولم يتم تحريك الأمور إلا في طريق الأسوأ فقد اتخذ عقيلة صالح قانونا كان على مقاس حداء حفتر وقبعت عقيلة صالح أي المراد ليس فرض إتخاذ إجراء قانوني بقدر ما هو إرباح للمشهد من زاوية وإعادة صناعة قيسس عيد الليبي أو السيسي من زاوية ثانية في ليبيا أو العمل على منع أن يكون هناك تغيير في إطار صندوق الاقتراع والواقع العملي أنه يجب أن يدرك الجميع أن قوانين الانتخابات أو ما يتعلق بصناديق الانتخابات هي لا تقدم كنزا لشعوبها وإقدر ما هي تقدم أدوات يمكن استخدامها كعسي أو حسن ولذلك كان الاختيار سيئا في المرة الأولى وكانت حقيقة جزء من التصحر السياسي الذي شاهدناه والذي يعانى ويعاني منه الليبيون لسبع سنين من هنا لزاما القول بضرورة التمسك بمبدأ التغيير في 24 بل وقبل ومن زاوية ثانية إرجاعوا العهدة إلى أصولها وهي الشعب الليبي الليبيون قالوا كلمتهم بأن هذه الأجسام ما بين المتردي والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم يجب أن ترحل قالة واحدة ولا مجال للتمديد ولا التمطيط ولا محاولة قدر الإمكان البحث عن هذا في المغرب ولا بحثه في فرنسا في الخامس عشر من فبراي نوفمبر ولا غيرها من المهاترات كل تلك حقيقة حجج واهية مل الليبيون منها وعلى الجميع أن يستعدوا بأحزمتهم من أجل الإبتعاد والإبتعاد والرحيل من زاوية ثانية ما هي الإجراءات التي يفترض أن تطلب وواقع عملي عندما نتكلم على المظاهرات يحق المشروع اغتصبه وأخذه الليبيون بقوة صمودهم الأسطوري أمام طاغية أول وهؤلاء يريدون إعادة صناعة طاغية ثاني بعد أن هزم على تقوم طرابلس وهزم في كل المدن الليبية وفي ودي الدوم وحياته كله وهزايم يحاولون إعادة تأثير إمكانية إرجاع الأمور إلى أبوابها من حيث لا يضحل نعم دكتور دكتور تسمعني لا أسمعكم بشكل واضح نعم دكتور طيب سؤالي أنا بخصوص المظاهرات وأثرها على المشهد الحالي في ليبيا برأيك إلى أي حد تؤثر هذه المظاهرات أو سيكون لها أثر واضح في إنهاء تواجد هذه الأجسام التي تصفها بغير الشرعية والواجب تغييرها هذه المظاهرات هي رسالة واضحة مؤداها بأنه لا مجال للتهادن مع هذه الأجسام وأن الرسالة قد وصلت إلى الجميع وأن الذين عبروا هم عبروا بشكل حقيقي على إرادة الليبيين بأن جسم البرلماني قد انتهى إلى بزبلة التاريخ وأنه يجب أن يكون هناك تغييرا وأن يكون هناك سقوطا وأيضا عدم جواز المهادنة أيضا المهادنات مع هذه الأجسام غير منتجة سواء كان من قبل حكومات أو من غيرها لا يمكن المهادنة معها لأنها أجسام ميتة وغير قابلة الحياة وإذن هناك دور ربما وإن كان الليبيون هم المسؤولون على ذلك فيجب أن يؤسسوا جبهة وطنية لإنقاذهم من الدكتاتورية القادمة التي يجعل الجميع أو يحاول البرلمان لم لم تنورها من إعلاج الإعادة صناعتها في ليبيا ولذلك ضرورة وجود أيضا جبهة وطنية لهذا ووجود فرق تعمل من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية وأن يتم التوجه أيضا إلى المجلس الأعلى للقضاء لفتح الطعون الدستورية والتوجه إلى المجلس الرئاسي لإعمال بعض القواعد من أجل أن يكون هناك أيضا افتكات لبعض الإجراءات واضح جدا واضح جدا نبقى معي دكتور سامي الأطرش ضيفي من طرابلس أرحب بك مرة أخرى وأعتذر عن التقطع الحاصل في الاتصال سابقا كنت قد سألت ما الذي يستطيع فعله المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي خاصة بعد هذه التصريحات التي تحدث فيها بكل وضوح أنه سيحث المرشحين على أن لا يترشحوا وأن يرفضوا الترشح في الانتخابات طالما الإطار القانوني والدستوري لها غير واضح أو لم تتفق عليه الأجسام المنصوص عليها في الاتفاق أو الاتفاق السياسي الله أننا أعتقد أن هذا مرة أخرى تحيير حضرتك والضيوفك الكرام وشاهديك الحقيقة مرة أخرى أكرر أن هذه الأجسام هي أيضا ليست وليدة شرعية لإرادة شعب ليبي يعني نحن لدينا جسم واحد فقط أو بقية جسم مهتري منذ 2015 الذي يمكن الحديث عنه على أساس دستوري وهو ما يسمى بمجلس النواب أما الباقي فهمها جاءوا نتيجة لصناعة جاءت يعني غير ولادة غير طبيعية لأسام غير شرعية بالتأكيد ولكن نحن نريد أن نتحدث بشكل دستوري ونقول أن هذا المجلس باعتبار أنه فاقد لكل أسس الشرعية والقانونية بما فيها أيضا السياسية آن الأوان وأصبح واضحا للعيان الآن سواء على المجتمع المحلي أو الدولي أن هذا الجسم أصبح لا يمثل هذا الشعب يعني هو عنوان ممثلي شعب هو عنوان ممثلي الأمة الليبية الأمة الليبية يجب أن تستمر في المظاهرات وكل الأعمال سواء كانت عصية مدني أو أي خطوات أخرى ستأتي في الأيام القادمة لرفع سقف هذه الرسالة لتصل إلى العالم أجمع بما فيها المنظمات الدولية وعلى الله سلم المتحدة حتى نستطيع الحقيقة أن ننتقل إلى مرحلة جديدة التي يمتلك فيها الشعب من جديد زمام أموره ولذلك أنا أنتهز هذه الفرصة لأدعو من تبقى من المعارضين أو المستقلين أو سميهم المقاطعين سميهم ما تشاء الموجودين الآن في المنطقة الغربية على أن يترجموا هذه المقاطعة الحقيقة باستقالات تقدم في الساحات الشعبية أمام الشعب الليبي حتى نستطيع أن نزيد من زخم هذا الصوت المرتفع الآن من صاحب السيادة الشعب الليبي المحترم دون هذا العمل أنا نعتقد الباقي كلها تصريحات في مواعيد يعني هذا الكلام كلام مواعيد سأنصح سأرشد سأحاول سأفعل هذا كله لا يملك هو لأنه لم يثبتوا شيئا من وصولهم صنيعة لمجتمع دولي وليس لهم وزن ولا تقدير الحقيقة على المستوى الدستوري نعم يبقى معي دكتور ضيفي هنا في السوديو سيد مروان إذا ما قلنا بأن قانونيا المجلس الرئاسي لا يستطيع أن يحسم الخلاف الدائر وأيضا أن يحسم القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة وملتقى الحوار وهذا تحدث عنه السيد المنفي في تصريحاته الأخيرة تحت الضغط الشعبي تحت ضغط صاحب السيادة كما ذكر السيد سامي للطرش ألا يستطيع المجلس رئاسي سياسيا أن يغير شيء عندما نتحدث عن الإطار الدستوري أو القانوني لأي قوانين يتم نصدارها لتنظيم عملية الانتخابات يجب أن نتطور الإطار الدستوري منذ 3 أغسطس 2011 وحتى هذه اللحظة لا شك بأن الإطار الدستوري الذي يحكم عملية الانتقال الديموقراطي في ليبيا هو الإعلان الدستوري صادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته فيما بعد وما يجد عليه من اتفاقات حتى نكون لسنا منحازين نضرف عن آخر أنا أختلف مع الدكتور سامي عندما تحدث وقال بأن الجسم الشرعي الوحيد أو الجسم الدستوري الوحيد الموجود الآن هو المجلس النواب أنا أختلف معه اختلافا كليا لأن المجلس النواب وجوده الآن مثل المجلس الأعلى للدولة مثل ومثل المجلس الرئاسي هو نتاج اتفاقات وليس نتاج عملية انتخابية كما شار لأن العملية الانتخابية التي جرت في يويو 2014 هي عملية حكم القضاء بأنها عملية غير دستورية يعني التعديل التاسع الذي نتج عنه قانون رقم 10 لـ 2014 الذي نتج عنه البرلمان اتضح بأنه قانون غير دستوري وأنه بحكم المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية في 6 نوفمبر 2014 تم إلغاء هذا التعديل وأصبح مجلس النواب وكأنه شيئا لم يكن وحتى عبر عليه نص الحكم بأن عندما ذكر الخصومة بين مجلس النواب وميما من تقدم الدعوة قال بأن الدعوة منتهية لانتهاء الخصومة انتهاء الخصومة انتهاء أحد الأطراف وهو مجلس النواب إذن مجلس النواب جد أيضا كباقي الأجسام في 15 ديسمبر 2015 أو 17 ديسمبر 2015 مثل ومثل المجلس الأعلى للدولة ومثل ومثل أي جسم آخر ولا يختلف أو لا يمتلك شرعية زيادة عن باقي الأجسام ولذلك نصت الاتفاقات الآن خرجنا من الإطار الدستوري وهو الإعلان الدستوري وعندنا اثنين الاتفاقات نختلف معهم نتفق معهم الآن هذا هو السعيد الآن في المشهد السياسي الليبي الاتفاق السياسي بالسخيرات رغم من مساويه وسلبياته وواضح أنه لا غير قابل للتطبيق لأنه لم ينتج عنه استقرار أيضا اتفاق جنيف أوجد سلطة تنفيذية جديدة لازالت مختلفة مع عجلس النواب ولازالت حتى إجراء الانتخابات قد تجري أو لا تجري القاعدة الدستورية لم يتم الاتفاق عليها لم تستكمل كل الاستحقاقات التي نصت عليها خارط الطريق في جنيف ولكن هذا هو الآن الإطار الذي نستطيع أن نتحرك من حوله لأنه هو أقل القليل الذي توافق عليه الليبي وللأسف يعني ما نتج في جنيف هو أقل ما يد ربما حتى استعمل فيه الضغط الدولي حتى يتم توصل لهذا اتفاق الآن ليبيا منذ 17 من ديسمبر 2015 دخلت إلى مرحلة الانقياد في عملية دولية الآن جزء من السيادة الليبي غير موجود الاتفاق السياسي في الصخيرات جاء بضغط دولي اجتماعات جنيف جاءت بضغط دولي الآن تحكي على القاعدة الدستورية حتى أتي بضغط دولي نفس الشيء يعني مدام الآن المجتمع الدولي بعد زيارة محمد النفي إلى نيويورك واجتماعه مع جانب الأمريكي وجانب الأوروبي خرج علينا بهذا الموضوع التوافقات إذن بالفعل ما يقوله المجلس الأعلى للدولة حول التوافقات على القوانين الانتخابية هو السائد وهذا ما سيذهب إليه المجتمع الدولي خاصة أن التوافق هو جزء من عملية يرعاها مجلس الأمن والأم المتحدة زيارة خالد المشري إلى المغرب أوضحت هذا الموضوع يعني خالد المشري عندما ذهب إلى المغرب ذهب وفي يده قانون انتخابات رئاسية وقانون انتخابات برلمانية وهو فاوض ولديه مخترح وهذا شيء إيجابي بالفعل نحن لدينا قانون مجلس النواب لديه قانون الآن يجب أن نجلس للتوافق ربما مادة مني مادة منك نتنازل أنا درجة وأنت تنازل درجة وهكذا يمكن الوصول إلى قانون انتخابات ولكن في حقيقة الأمر أن الأطراف الليبية لن تصل إلى موضوع التوافق إلا بضغط دولي وهذا شاهدناه سواء كان في ديسمبر 2015 وإلا شاهدناه في نوفمبر 2020 عندما توافقوا في جينيف بدون ضغط دولي وبدون يعني دعنا نقول إملاءات خارجية لن يحدث هذا التوافق لكن هنا نعود بالفعل إلى مسألة جدية المجتمع الدولي هل هو جاد فعلا لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر القادمة أم أن الأمر شكلي وربما يعني يفضل الآن أن تستمر حكومة الوحدة الوطنية لفترة طويلة وربما تخرج علينا يعني بدعة أن تنتهي الأسلام التشريعية لأن بالفعل المرحلة الآن ليست مرحلة تشرية ربما تقود حكومة الوحدة الوطنية فترة انتقالية مرحلة انتقالية يتم فيها البناء وتجهيز البلاد للانتخابات ويضل موضوع الـ 75 لوضع قاعدة دشترية قد تحتاج وقت أطول من 24 ديسمبر خاصة وهذا أمر مهم جدا حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن لم تفرض سيطرتها بالكامل على جميع الأراضي الليبية وهذا مطعن كبير جدا جدا في أي عملية انتخابية تجري كيف تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن تدير عملية انتخابية وهي لا تسيطر إلا على 25 أو 30% فقط من الأراضي الليبية واضح جدا ضيفي عبر سكايب دكتور محمود اسماعيل بما أن الأطراف الليبية لن تستطيع التوافق إلا بضغط دولي كما تحدث السيد مروان هنا في السوديو برأيك أي دور تلعبه بعثة الأمم المتحدة في هذا الإطار خاصة أن البعثة رحبت واعترفت وتعاملت مع قانون عقيلة صالح للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي ورفضت في نفس الوقت سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية مع أنهما صدران من ذات الجهة أي دور لبعثة الأمم المتحدة هنا؟ نجزم بأن البعثة حقيقة في أوج مرضها ولعلها تكاد شبه ميتة سريريا فرئيس البعثة حقيقة لا يولده التواجد بطرابلس ويصر على إيجاد ما يتعلق بالبعثة جزء منها الرئيسي في إدارتها في جينيك وجزء الآخر في تونس والواقع العملي أنه حتى عندما تم التمديد تم التمديد لا يوم تلاتين تسعة نحن نتكلم على تمديد عام للبعثة لمدة عام ولكن أيضا لما يتعلق بصفتها العالية حتى يوم تلاتين وربما يتم التغيير أو عدم التغيير فإن تم التغيير ورجاء بالأفريقي الذي هو ما بعده كنائبه ربما يحتاج أيضا لأنه ضعيف فيما يتعلق بأداء خاصة فيما يتعلق بأروقة أداء في جينيف وفي برلين وغيرها نحن نتكلم على واقع عملي ما حق جلدك مثل ضفرك ومن المهم جدا أن يقوم المجلس الرئاسي أيضا بأداء ما يجب أن يأتي له نحن نتكلم على جسم لا يعمل بشكل حقيقي ولا ينفذ إجراءات التي حتى تم التوافق عليها فيما يتعلق بجينيف فهو قائد أعلى وليس قائد أعلى يتصرف حفتر وكأنه كما يريد وكما يشاء هناك عملية سياسية من المفترض جدا أن يقصد حتى ولو مرسوم بقانون من أجل العمل على وضع نوع من ضبط الإيقاع الخاص ما بين أجسام فمجلس النواب أصدر قانون للانتخابات الرئاسية على مقاس حفتر وهو قانون غير تشاولي وغير عقلاني وغير مقبول ولا يمكن تطبيقه من زاوية ثانية أهمل القانون للانتخابات البرلمانية من غرفتين وأن يكون بنظام قائم المجلس الأعلى للدولة فقام بإصدار أو بإعداد مشروعي قانون لأنه لا يملك حق إصدار القوانين فقام بإعداد لذلك من الذي يحاول قدر الإمكان للجمع بالكلمة أعتقد بأن للمجلس الرئاسي ربما يكون له دور أو سبق خاصة في ظل هذه الضروب لتشكيل لجنة فنية من أجل إعادة صياغة المشهد والعمل على إصدارها في مرسوم بقانون والعمل على اعتمادها أيضا حتى ولو أدى إلى من مجلس الأمن وأن يكون هناك إلزام بالنتائج من قبل الجهات الدولية وأن يساعد الليبيين في القبض على حفتر إذا أريد أن يكون هناك فعلا التزام باستقرار في ليبيا وأن يساعدوا أيضا بتخلص من قمامة البرلمان والعمل على إعداد لأن الواقع العملي أنه برلمان محتل الواقع أيضا أن من الزاوية الفعلية هناك تدخلات كتر ونتكلم أيضا على مؤتمر سيعقد في باريس في 15 نوفمبر ونتكلم ربما يكون هناك اجتماعات بالمغرب وربما تكون اجتماعات أيضا بدول أخرى أي أن هناك نوع من التمطيط البرلمانيون بدون استثناء إلا ما ندر لا يريدون تسلم السلطة ولا غيرهم من الأجسام جميع الأجسام الموجودة سواء كانت قائمة حاليا أو هائمة في عالم الخيال لا تريد ترك السلطة قالة واحدة ولذلك عبتا يحاولون أنهم يريدون التوافق أو غير التوافق ونجزمهم بأن التوجه إلى إمكانية أن يكون هناك حل يجب أن يبدأ من وجود قانون انتخابات برلمانية من غرفتين حتى لا يتم الاستفراد بها بالمنطقة الشرقية في عمد ببرق أو غيرها ولا تكون هناك مدعاة إلا لنوع من التوازن وأن تكون بنظام القوائم وأن يكون ذلك في نفس الموعيد أما إذا لم يحدث فإن من المهم جدا الإعداد والاستعداد لإعلان جسم انتقالي ولو أدى إلى إعلان مجلس تأسيس جديد ينهي هذه الأجسام الغريبة التي لا تستطيع حراكة والتي تؤكد على أن ليبيا حقيقة أكبر منهم هؤلاء لا يستطيعون أن يتحركوا أو يتنفذوا بأي شيء ولا يستطيعون أن يحموا ليبيا ولا وطنها ولا تورتها أضاعوا الوطن وأضاعوا المواطن عبارة عن كلمات منمقة دون أن يكون إلا حروب وألم ودموع لذلك لزاما أن يكون هناك خارطة واضعة وعلى الوطنيين الاستعداد وأن يفعلوا مظاهراتهم وأن يتحولوا إلى جبهة لإنقاذ ليبيا وأن يكونوا فرق العمل وأن يكون ذلك عاجلا غير آجل وأن يتضامنوا مع بعض وأن يحسنوا الاختيار إذا كانت هناك انتخابات وأن يمنعوا إذا كان هناك انحراق كبير بالقوانين واضح جدا دكتور سامي لطرش ضيفي من طرابلس ما الحل بخصوص القاعدة الدستورية والإطار القانون للانتخابات المقبلة إذا كان القانون الذي أصدره عقيلة صالح مرفوض الآن من مرفوض من الشعب شهدنا في ميدان الشهداء المظاهرات التي تطالب بإسقاط البرلمان أصلا وتنسف كل ما يقوم به البرلمان من إجراءات وتعتبرها غير شرعية أيضا السلطة السيادية في ليبيا المجلس الرئاسي وهو المنوط به مشروع المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات المقبلة يرفض أو يلمح لرفض أي انتخابات لا يتم التوافق على إطارها القانوني ما السبيل للوصول لهذه الانتخابات إذا؟ نعم وضعي السؤال بالتأكيد واسع وكبير معقدة الإجابة عليه ولكن أنا أريد أن أبدأ من حيث توقف زميلي المناظر محمود الرملي الحقيقة ما قاله في آخر مشورة له كان غاية في الروعة وكان يعبر على ما آراه الآن أنه هو الطريق الصحيح نحو هذا الشعب الذي سلب حريتا وسلب كرامتا وسلب عزتا بأدوات مختلفة تحت ما يحاول الكثيرون أن يناقشوه لأهداف حزبية وسياسية نحن نقول أن السيادة للشعب الليبي الشعب الليبي انتزع سيادة في 2011 من الظلماء ومن الدكتاتوريين وأصبح هو السيد لا نقاش ولا حوارة في هذا الآن نعتقد أن انتفاضة الشعب الآن التي بدأت من الجمعة المنصرمة وسبقها بالتأكيد إرهاصات طويلة لفترات طويلة ولكن النتيجة أن بدأ هذا العملاق يقف من جديد ليطالب بحقه وهو الحق الأصيل الذي لن ينازعه فيه أحد لا على مستوى دولي ولا إقليمي ولا محلي وبالتالي أن نعتقد أن ينظم صوتي بشدة لما قال السيد محمود دكتور محمود وأقول أن بالتأكيد تأسيس المجلس الوطني أصبح أمرا حتميا يجب أن يبدأ فور فشل مشروع الانتخابات ولكن ربما للضرورة أحكام وربما نجد أنفسنا في موقع أننا لا بد من إنشاء والإعلان على هذا الجسم متى تبلورت رأي الشارع وأصبح بالفعل يمثل وزن وثقل سياسي يمثل جهات مختلفة من مناطق ليبيا وليس فقط العاصمة رغم أنهم كانوا يمثلون مدن عدة ولكن نحن نريد مزال أن يكون هذا الزخم قادرا أن يتواصل مع كافة المدن والقرى في ليبيا ولكن أيضا نعتقد أيضا أن هناك خطوة في الطريق الصحيح يجب أن تكون في هذه الأيام وأتمنى وأنتهز هذه الفرصة من منبركم الوطني أن أقول لأخوتنا من النواب أو من تبقى منهم تحت تسمية المنفصلين أو المعارضين أو المقاطعين يعني الفئة التي لم تقبل المهزلة التي تحدث في البرلمان منذ فترة طويلة ولكن كانوا يحاولون على المضض أن يسايروا الأمور علها تأتي بشيء جديد عليهم نحن ندعوهم الليلة يعني الحقيقة أن يجب أن يعلنوا للشعب الليبي عن استقالاتهم من هذا المجلس الفاشل حتى نستطيع أن نعزز مطلب الشعب الليبي في إسقاط هذا الجسم العاجز مرة أخرى وبالتالي نحن ندعو الحقيقة كل أعضاء النواب المقاطعين والموجودين الآن في الغرب الليبي بعيدين عن أداة الدكتاتورية أن يعلنوا استقالاتهم وربما هذا سيكون لهم يعني له ينظر إليه بعين الاعتبار من الشعب عندما ياتي يوم حاسبة البعض يقول بأن ترك المجال لعقيلة صالح هذا ما يريده في الحقيقة عقيلة ومن يقف وراءه ما هو لا يمكن في لغتنا نحن لغة الثورة ولغة العدالة ولغة الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن لنا أن نأخذ مواقع الوسط ولا يمكن لنا أن نعمل من خلال الفعل ورد الفعل رد الفعل هذا السياسيين يقوم به من يريد أن يصل السلطة عبر أحزابهم نحن كثوار لا نؤمن بهذا الحديث نحن بعد مرور 2014 وحتى تاريخه وصلنا إلى قناعة أن ما أخذ بالعنف وبالصرقة والانتهازية لا بد أن ينتزع منهم بالقوة فالشعب الآن خرج نحن لسنا أمام إذن من السلطات الليبية للسماح لنا الحقيقة بالتعبير عن رأينا بما فيها ما أقوله الآن نحن أحرار ونحن مؤمنين بأننا أحرار ومن حقنا أن نعلن هذا أن نحن كشعب لا بد لنا من أن ننتزع هذه الحقوق التي منحناها بشكل أو بآخر إلى هؤلاء الفاشلون الذين عجزوا على تحقيق المصلحة بل اتجهوا بالوطن نحو السيء والأسوأ ولذلك نحن نقول لهم ونقول أمام العالم أن لا بد لهؤلاء المتبقيين أن يعملوا اندورسمنت يعملوا تزكية لإرادة الشعب لأنه هو هؤلاء المقاطعين الموجودين الآن في طرابلس ركبوا طياراتهم من طبرق وجهوه هذول الحقيقة أرادوا أن يقولوا للجميع بأننا غير راضيون على ما يحدث من مهزلة ما تسمى بديمقراطية طبرق إذن أنا ترجم لهذا الكلام إلى حقيقة وقول لنا والله أنا بفعل أنت الشعب اللي جبتني إلى هذه السلطة ونأرجع لك هذه الأمانة باستقالة جماعية في ميدان الشهداء ماذا يمنع هؤلاء الأربعون والثلاثة واربعين والليهمة أن يقوموا بهذا الموقف التاريخي حتى نقول للعالم برسالة جديدة ها هم جزء من نواب ليبيا الرسميين يعلنون استقالاتهم في الصحات والميدين ويقولوا لكم بأننا نحن عدنا مواطنين عاديين هنا يبدأ هنا المومنتوم تبدأ هذه الكرة تتدهور وتكبر حتى تستطيع أن تسقط هذا الجسم دوليا لأن من يدفع على هذا الجسم الهرئ هو المنظمات الدولية يعني حتى اتفاق الصحرات اللي جاء في 2015 لم يشرعن يا سيد الفاضل لهذا الجسم أعطاه خيار هو الجسم الوحيد لم يعد الرئاسي هو خلق الرئاسي خلق مجلس دولة ولكن مجلس النواب كان مشروطا عليه وفقا للملاحق المرفقة بالاتفاق السياسي موقع في ديسمبر 2015 كان لزاما عليه أن يتضمن أو يضمن يضمن الاتفاق السياسي من أليفة إلى يا كما جاء في النص الذي طلب منه هو الحقيقة يحاول أن يضحك على الشعب وآخر الضحكة قام بها ما يسمى رئيس هذا المجلس في سرط عندما قال قبل أن نختار حكومة وحدة وطنية علينا أن نضمن الاتفاق السياسي في الإعلام الدستوري يعني بعد 2021 من 2015 هذا وين تفكرها كل التضمينات اللي دارها هو بالمواد اللي اختارها عبثيا كانت لا قيمة ولا وزنها ولا تعتبر التضمين ولذلك حتى هذا التاريخ هذا نعم معذرة على المقاطعة دكتور سأعود إليك حول هذا الموضوع ابقى معي دكتور وأيضا ضيوفي الكرام نخرج لنتابع تقرير أعده فريق إعداد هذه التغطية ثم نعود بإذن الله ردود أفعال مستمرة حول القرار الأخير الذي اتخذه عقيل صالح بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية والذي لم يعرف له طريقا سواء من الناحية الدستورية أو القانونية حيث لم يلتف تعقيل حتى إلى أصوات من هم معه تحت قبة البرلمان أثار هذا القرار موجة استنكار واسعة لا قد صداها في الشارع الليبي الذي انطلق في مظاهرات عديدة عبر فيها عن رفضه لهذا القرار وإسقاط مجلس النواب الذي يرهن مصير البلاد حسب أهواء عقيل صالح وزبانيته من جهته قابل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري هذا القرار بتصريحات اتهم فيها عقيل بمحاولة كبح الحكومة وتعطيلها بتأجيل عدة جلسات حول اعتماد الميزانية وإصدار قانون انتخابي مخالف للوائح ووجود حالات تزوير وتلاعب بأصوات النواب داخل البرلمان ومما يبدو أن عقيل صالح لا يزال متشبثا بقراره حول سحب الثقة حيث قال إنه أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش أن الهدف من سحب الثقة من الحكومة هو منعها من إبرام عقود طويلة الأجل مع الخارج وأن الحكومة مستمرة في عملها وأنه لن يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد تصريحات جاءت بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات من ناحيته حث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنفي المرشحين للانتخابات على عدم المشاركة من دون الوصول إلى أساس قانوني مبني على اتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ونوها إلى أن عدم وجود رؤية واضحة لانتخابات ديسمبر خطر في حد ذاته تساؤلات عديدة يطرحها مراقبون حول مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل هذا التراشق بين الفرقاء وما هي الضمانات بعدم تأثير التدخلات الخارجية على خارطة المشهد السياسي في ليبيا والتزام الأطراف بالقاعدة الدستورية وتوفير الوضع الأمني اللازم للوصول بالبلاد إلى الاستحقاق الانتخابي أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين ومستمعين الكرام وأرحب مجددا بضيوفي وأسأل ضيفي هنا في الاستوديو السيد مروان الدرقاش تبعت على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أيضا معلومات عن أن المفوضية الوطنية العلية للانتخابات قد تعلن في أي لحظة أو في أي يوم من هذه الأيام أنها فشلت أو أنها لم تتمكن من الوصول للإعداد للانتخابات في موعدها وبالتالي تعلن عن تأجيلها وستعطي أقرب موعد محتمل في شهر مارس المقبل هل بإمكان المفوضية أن تقر مثل هذا القرار وما هو مصير الانتخابات في ظل كل ما يجري الآن؟ نعم هناك تصرحات قديمة لسيد عماد دين السايح رئيس البوضي العليا للانتخابات منذ يونيو الماضي تحدث فيها وقال بأنه يحتاج عقل تقدير إلى أربعة أشهر قبل موعد الانتخابات لاستلام القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوءها أو في إطارها تنظيم العملية الانتخابية هناك عمليات تقنية فنية بحتة يصعب تنفيذها إلا في إطار زمني أو وعاء زمني معين يعني بإمكان المفوضية العليا للانتخابات أن تعلن أنه من ناحية التقنية ومن ناحية الفنية لا يمكن تنفيذ العملية الانتخابية بعد مرور الوقت الذي حدده رئيس المفوضية هو الأربعة أشهر أيضا بإمكان المفوضية العليا للانتخابات أن تقرر تأجيل الانتخابات إذا كان الوضع على الأرض يعني الوضع الأمني الاستقرار حتى توفر الأموال مثلا عدم وجود قاعدة دستورية أو قانون الانتخابات متوافق عليه من الجسمين الموجودين في الاتفاق السياسي كل هذا يعطيها المبرر أن تؤجل الانتخابات وأنا أقول لك بأن الانتخابات ستؤجل لأن كل الآن المؤشرات ونعدد هذه المؤشرات تصريحات المنفي تصريحات أردوغان مساعي خالد المشري والمجلس الأعلى للدولة كل هذا يصب في إطار أيضا اجتماعات محمد بن نفي في الخارج واضح جدا أن المجتمع الدولي بدأ الآن يعني يعتقد أو يؤمن بأن إجراء الانتخابات في 24 نيسم ربما أصبح شيئا مستحيلا أو مستبعدا في موضوع قانون عقيلة هل اعترفت به البعتة النومية أو لم تعترف به في حطته في مجلس الأمن قال كوبيتش بأنه بأن رئيس المجلس النواب أخبره بأنه تم إصدار قانون ولم يتبنى هذا القانون بل بالعكس في نفس الإحاطة قال وأن المجلس الأعلى للدولة أعلن معارضته لهذا القانون لأنه لم يتم توافق معه حول إصداره إذن البعتة في الحقيقة لم تتبنى القانون أيضا لم تأخذ هذا القانون على أنه نهائي وسوف يتنفذ عليه الانتخابات بشكل كامل أيضا هناك أمر مهم جدا جدا مسألة الآن التوافق التوافق حول قوانين الانتخابية أعتقد بأن المجتمع الدولي الذي أقحم الليبيين في اتفاق الصخيرات ثم أقحم الليبيين في اتفاق جنيف والذي من أجل الوصول إليه يعني اخترع بدعة الخمسة وسبعين ربما هو قادر الآن أن يقحم الليبيين أيضا في إلغاء مجلس النواب والمجلس العلى للدولة والاكتفاء بالمجلس الرئاسي أنت لاحظ المجلس الرئاسي الآن ربما يمتلك من الشرعية أكثر من يمتلكها المجلس النواب أولا المجلس الرئاسي ممتل للأقليم الثلاثة يعني هناك عضو من كل إقليم أيضا نتج عن عملية اتفاق أو أو توافق بين خمسة وسبعين عضو في جنيف وكان عبر عملية انتخابية كانت عن طريق القوائم ولذلك ربما يلجأ المجتمع الدولي بالفعل إلى إنهاء الأجسام الموجودة التي لم تستطيع التوافق حول قاعدة دستورية وهي المجلس العلى للدولة ومجلس النواب وجعل هذا الموضوع في يد المجلس الرئاسي خاصة أن حتى الخمسة وسبعين طبعا لم يستطيعوا التوافق على قاعدة دستورية تضييق يعني الخلاف حول القاعدة دستورية يمكن أن يجري إذا كان بعلم النقاش بين ثلاثة أشخاص فقط وليس بين خمسة وسبعين شخص أو مئتين شخص نعم دكتور محمد سماعين ضيق عبر السكايب هل هذا ما يريده عقيلة صالح برأيك هناك وجهة نظر تقول بأن عقيلة صالح افتع كل هذه الأزمات وكل هذه القرارات المرفوضة من الشارع وأيضا من السلطة التنفيذية والأجسام المقابلة له حتى يصل فقط إلى تأجيل الانتخابات هو لا يريد الانتخابات حسب هؤلاء في تقديري أن عقيلة صالح وعصابة حفتر وعصابة عقيلة أيضا يحاولون من خلال تمريرهم لمشروع القانون معيب إرسال رسائل متناقضة مؤداها الآتي أول الرسالة أولى إلى المجتمع الدولي أنني منتزم بخارط الطريق قد مضعتموها وها أنا أقوم بإصدار قانون حتى وإن كان معيبا من الزاوية الثانية يحاول ترضيها في عصابة حفتر وبعض الدول الناعة والناعمة والتي تحاول قدر الإمكان أنه مباشرة قد صغطوا قانونا من أجل حفتر ومن أجل أن يخرج لكم عربيدا كحفتر من الزاوية الثالثة هي محاولة لإفساد العملية السياسية فلم يصدر قانون أو لم يتوجه إلى قانون انتخابات برلمانية وإن لأنه يريد البقاء والاستمرار ولم يتم حتى مجرد الحديث عليه هو يتكلم على أنهم وكأنهم أبديون موجودون خلف سدة حكم لا يريدون تغييرها هؤلاء آمنوا بذاتهم وممتلكوا ليبيا ويريدون أن يوصلوا للاستمرار ولذلك يحاول فقط الالتفاف والانتوا وعدم الرجوع إلى ما يتعلق بوجود انتخابات الرابع والعشرين مع ما كان وكيف كان يجب أن يكون تاريخا للتغيير إن لم يكن هناك انتخاب فيجب أن يكون هناك تغيير وهو إذا كان لم يقوم المجلس الرئاسي بواجباته فعلى الوطنيين أن يقوموا بواجباتهم وسيقومون بواجباتهم فإما أن يكون هناك تغيير من خلال صناديق الاقتراع وإما سيتجه الليبيون إلى صناديق الدقيرة تلك إيدان بفتح هذه الصناديق مؤداه أنه إذا لم يتم الانتخاب فلا يمكن التنطيق والتأجيل والضحق على الدقون والقول بأنكم أجسام شرعية أو شبه شرعية أي شرعية أتوا بيها وأي أحلام ينمقونها ولذلك لزاما على المجلس الرئاسي أن يتحمل مسؤولياتهم لأن كل أخذ بما يتعلق بمشروعه وليشمع الأبور في إصدار مرسوم بقانون وإذا كان عاجزا فعلى الوطنيين أن يعلنوا وجود مجلس تأسيس انتقال جديد يؤسس لليبيا ويؤسل المستقبل وينهي هذه الأجسام الميتة التي حقيقة أكل الزمان عليها وجرب وتمضم لزاما أيضا التوجه إلى القول بأن المظاهرات يجب أن تأخذ بمعمل الجب بأنهم مطالباتهم واضحة لا لهذه الأجسام لا لتمديدها فلتسقط السقوط حالا ولذلك لزاما أيضا على البجلس الأعلى للقطاع أن يفتح باب الطعون الدستورية وأن لا يؤثر القطاع وعلينا أيضا أن نفتج إلى النائب العام بأن يكون هناك دعاوة ضد حفتر وضد عصاب وضد المؤسسين معه حول هذه النقطة معذرة دكتور محمود حول هذه النقطة التي أثرتها بالذات أريد أن أسأل السيد سامي لطرش دكتور سامي ضيفي من طرابلس هناك مطالبات الآن واستمعت للدكتور محمود إسماعيل بفتح الباب أمام الطعون الدستورية وأن تستانف الدائرة الدستورية العمل من جديد برأيك هل هذا أحد الحلول الممكنة والواردة والتي يمكن أن تنهي هذا الإشكال مع احترام الكابل أكيد لهذا المقترح ولكن الوقت جاء متأخرا الآن نحن لا نريد أن نكون أنصافة لولي المشكلة نحن 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 من هذه الرحلة الشقة التي استباح فيها كل من نفسه سياسي بحق الشعب الليبي في حياة كريمة بعد أن دفعت الدماء والأشلاء نحن لسنا مكان للمماكسة هذا ليس سوق نخاسة ليس سوق سياسي للتبارز نحن الآن قرر الشعب النهوض والانطلاق نحو حقوقه هو صاحب السيادة نحن بدأنا بهذه الجملة ويجب أن تستقر في ضمير هذه الجموع أن هم السيد هم صاحب السلطة منذ 2011 هم من انتزعوا هذا الحق إذا هم أعطوا لهذه الأسام المهترية اللي على رأس البرلمان هم الآن يريدوا أن يصحبوا هذا ولذلك تصحيح مصارات هذا المعتوه يعني جزء من قبول العبث السياسي والتحدث بلغة لا تتناسب البتة مع الألم الذي نعانيه يعني أنا بنلغي لك شن نلغي لك نلغي لك قانون تقسيم ليبيا إلى ثلاث أقليم نغلي لك أعطاء الحقوق للمحاكم العسكرية لأن تحاكم المدنيين نلغي لك قراراتك بالاعتداء على العاصمة طرابلس نلغي لك قراراتك بخصوص قانون فاشل جزي ما قال الدكتور محمود مفصل على شخص محدد ناقل سيكت بول أسم بس يعني هذه مهزلة يعني أنا نتحدث معك قانون أنا رجل قانون أنا أحدثك الآن رجل قانون ودكتور متخصص في القانون لكن الآن اللغة معاش تنفع فيها لغة قانون ولا محاكم إذا كان رشع رئيس المجلس قضاء الأعلى مش هرشع في الخمسة وسبعين معاش عندي أنا قدرة الآن نتحدث كسابي لأدرش نقول لك نمشي يفتحوا للدستورية هذاك لما يكونوا احترموا أنفسهم في الحد الأدنى باش أنا نمشي للمحاكمة الدستورية نطعم في مخالفة قانون أو قرار للنصوص الدستورية أو للاتفاق السياسي أو لما تم الاتفاق عليه في الدفاقته في الحالة السياسية ترى بأن الحل في الشارع الشارع هو صاحب الحق إذا هذا الشعب أراد أن ينتزع حقه الذي اقتصب منه لفترة طولية أعطى فيها المجتمع الدولي المجتمع الإقليمي المجتمع المحلي أعطاهم كل الفرص يعني وصلناهم أن أصبحوا عكام ووزراء وصلناهم كأنك تحكي على الفريق الدكتاتوري وصلناه بطيابة الثورة إلى أن يصل لحكم موجود أسماءهم يعني لا داعي للأسماء موجودين في الحكم ولكنهم أبوا إلا أن يضعوا العصب العجلة المبايع رقم واحد الذي كان يبايع في شهر اثنين في 2011 عقيلة صالح هذا كان يبايع في يوم 12 أو 13 فبراير يوم 17 أصبح رجلا تائر وبالتالي نحن عطيناهم مساحات مصالحة كاملة لأن يكونوا جزء من المنظومة ولكنهم أبوا وتغطرسوا وأرادوا أن يرجعون إلى حذاء العسكر ونحن نقول لهم كفى الآن نحن نعلن على إرادتنا نحن أصحاب السيادة دفعنا الدماء والأشلاء وسندفع من جديد إما انتصرنا من جديد وصححنا مصار هذه الثورة يا إما استشهدنا وتأتي القصة لكن ما نقدرش نلف وندره في حلقة مفرغة شكرا دكتور سامي لطرشاء المحامي والخبير في القانون الدولي كنت معي من استوديوهاتنا في العاصمة طرابلوس كما أشكر ضيفي عبر سكايب دكتور محمود اسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والقانونية وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو السيد مروان الدرجاش المحلل السياسي الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام على طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة